موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناة الالي في برنامجكم ملك وكتابة وما زال الميستر يعزف اهلا بكم اهلا بكم اهلا بكم اعزائي المشاهدين وكل سنة وحضراتكم طيبين ساعات قليلة ويحل علينا عيد الاطحى المبارك عاده الله على مصر وكل الامة العربية بالخير والسلام ان شاء الله حلقة الليلة زي ما المهندس عدلي استهل لها وما زال الميستر يعزف تقصد ايه عزف اقصد ان كثيرا من احلامه تتحقق على ارض الواقع الان وحسيب التفسير لما يجي معاده هيجي معاده لكن زي ما فاكرين الحلقة الماضية لما استعرضنا معاكم بدايات ملك وكتابة وازاي كانت الالية في التناول ويمكن ناس كتير من اللي علقوا باعجاب على هذه الحلقة اشتقوا قوي لفكرة تجزئة الحلقة الى عنوين وموضوعات وكله قال علشان بنبقى عايزين نعرف الفقرة دي فيها ايه بالزبط فعشان كده هنرجعك وداني لشكل ملك وكتابة في حلقة الليلة وفيها خمس عنوين مهمة عيدك سعيد يا اهلي والان اطلع بره منك له فالتهنا روحك الطاهرة يا مايس درو قول الحق واخيرا الرخصة الدلالة والقيمة تناول او مضمون ان شاء الله يعجب حضراتكم لكنه الاهلي بيستعد في جدية لمباراة يوم الحد في اول ايام العيد ان شاء الله بشواندس الاهلي بيواجه الفريق الجنوب السوداني اطلع بره من المرات الاولائية الاهلي في السنين الاخيرة اللي بيلعب في دور الاربعة وستين الدور التمهيدي ايه والمباراتين في برج العرب زهابا وهي مباراة اطلع بره يوم الحد ان شاء الله في برج العرب في تدريبات جادة جدا للفريق في استعدادات خاصة لصارت بيجتمع مع الشناوي في نهاية المران المسائي لكن قبل ما نتكلم عن المباراة لصارت ممكن يمشي من الاهلي ولا لا فجأة شغلت وسائل الاعلام النهاردة بالحديث عن رغبة نادي في شيلي للتعاقد مع مارتن لصارت المدير الفاني الاهلي اللي اكد المدرب الاورجوياني عدم تلقيه اي عروض جدية او رسمية حتى الان بشماندس لكن قال لم اتلقى اي مفاوضات رسمية من جانب مسئولي فريق يونيفرد سيداد لكنهم تواصلوا مع اصدقاء ليا في نادي التشيلي وقال ارتباطي بالاهلي باحترمه خلاص هو حسامها حسامها يعني مش معقول للراجل حيحترم ارتباطه بالاهلي واحنا ما نحترمش ارتباطنا به ما فيش مبرر الحقيقة المبرر الموضوع دايما اما تشوف معيار التقدم ومعيار تحقيق الاهداف فهو البداية طبعا تعثر افريقيا ولكن بمعيار التحدي الذي تبقى هو نجح بامتياز استرداد الارض المفقودة في الدوري ثم تجاوزها ثم التقدم المريح بتم النقاط وحصد والان فيه فريق البنى والراجل عمل فطرة اعداد ايه المبرر ان احنا نفكر هذا التفكير وبرضو ده يعني محاولة زكية من البعض لاحداث نوع من عدم الاستقرار انت داخل على بداية وطولة كبيرة قريبة اهه ازاي يعني غير مدربي اللي ملهاش الحقيقة مبرغ غير ان طموحاتنا في الاداء اعلى من كده ايه طموحاتنا في الاداء اعلى من كده فلننتظر ونرى خاصة ان الظروف الصعبة اللي صدفة الرجل الموسم اللي فاني بقى فرقة كويسة مش عايزين نقعد بقى نشوشر عليها بمناسبة الفرقة الكويسة عمر جمال النهاردة فيه اخبار عودته من الصفاقسي بعد ما كان خلاص كله اعلن انه مضى ولبس الفانيلا كبان والله احيانا الانسان بحسن نية اه بيدعى نفسه في مشاكل اللي هو في غينة عنها اهه هو قبل الصفر كان قد طلب الى التجنيد وهو كان معاه تصريح اه الصفادي الفيومين فكشف عمل وفهم انه هو مطلوب للتجنيد فقال لك اروح اخلص وصرع وارجع اروح اخلص موقفي واقعارتي للصفاقسي وارجع دون ادراك ان طالما ان انا دخلت التجنيد وتقريبا حلبس يبقى خلاص بقى مفيش سافر ايه فهو لما سافر كان فيه أيضا فيه التزام انك انت قلت له ارجع ارجع قال لي انا مش هذا رجع دلوقتي انا انا تعقدت انتهى والعقد كانت بعطت صورة منه للنادي الصفاقسي فصفاقسي استخدمها وحصل على يعني الترانسفير شهادة هناك دلوقتي أخوه كلمني أكثر من مرة يبني الموضوع مش ظهر ما ينفعش تتكلم من بعيد أنك تحل مشكلتك أنت مش خارج بتستأذم المدرس بتاعك أنه عندك مشوار لازم تعمله ده تجدير لا يمنك أحد أنه إجابك على السؤال ده غير صحاب الشق وصحاب الشقني بيقولك إذا ما رجعتش عندك مشكلة حقيقية هتتحول إلى تهرب ودي جريمة فيها سجن أدرك أنه هو لا لازم يرجع وعشان يثبت حسني أنه أنا ما كنتش قاصد أنه لا تهربوا لحاجة أنا جاي يعني أخضع للخدمة طبعاً والنهاردة كان الصبح موجود وأعتقد أنه هو باللفظ التجنيد لبس يعني إركاد الأفراج فهو دلوقتي مجند إيه اللي هيحصل مش هيسافر يعني إذا ما عصلش إن سمح له بتأجيل ولكن طالما ليبس ما فيش معرفش أنا ما بفهمش في دي إنما على الأقل بحسن النية التي أبداها يمكن خرج من تومة التهرب بس هيبقى ملزم بالتنفيذ طب التنفيذ ده هيعمل إيه هيعمل إيه مش هيقدر يرجع كما فهمت النهاردة إنه مش هيقدر يرجع ينفذ التزامه بالعارة ومن ثم لابد إن الجانب التونسي يتفهم إن دي ظروف خدمة مش بتاعك يعني الأهلي ملوش سيء فيها ولا أي حد صحيح فطبعا نتمنى إن الموضوع يخلص وحيبقى حلوا طبعا الطبيعي والمنطقي إنه يلعب في طلق الجيش يا ما يلعبش كفريع أسكري لأنه هو كده في الخدمة الإلزمية هو في الخدمة انتهى وهو لما مشي يعني خلاص حتى نفسه في موقف إنه لأ يا ابني ما ينفعش حد يتعامل مع هذا الموضوع بالعدم الفهم والاستهانة دي فهو طبعا ده الموقف دلوقتي يعني رقم واحد إنه رجعوا وطبعا نادي اللي ما عندوش أي مشكلة يلعب في طلاع الجيش بشرط تسوية الموقف طب مع الصفاقسي هو مضى في الصفاقسي مضى والشهادة هناك والشهادة الدولية ها هم دخلوا على السيستم على طول فعلوها فهو مفيش حل غير إنه هو يقعد السنتين دون مغير لعب إذا كان عايز يلعب وجيشه سنتين سنة وشوية يعني ما عرفش إنما هي حتكلفه موسمين بدون أو أكتر حسب بقى ما يعني أنا ما عرفش ما يتقرر بالنسبة للي سلوكياته والتصرفاته ما أنت دخلت الجيش ما فيش إزار هنا والموضوع في الجيش ما ينفعش فيه حد كبير يتدخل وحد صغير وكلام ده مفووه لبس إنته مفووه أنا فعلت عقده لأنه هو كان جدد العقد معنا بشرط إنه هو يطلع إعارة للصفاخسي فإحنا التزامنا بتجديد العقد وإعطاءه حق يعني إن إحنا مفين على الإعارة ومن ثم هم استخدموا هذا في إنهم خدوا البطاقة ولكن هو ما تعملش مع موضوع التجنيد بالوعي الكافي يعني ما كانش حد جانبه غير إنه خد كلامنا على الأساس إنه يعني ربما يعني لا أنا حرجع وأنا مش هربان أنا حسافر أمضي وأرجع وهو عمل كده وحسن فعلا لأن أخوه كلمني قلت له ما فيش حل الموضوع ده مش هتحله هو في تونس لازم يرجع عزمة حسن الني بس إذن الموضوع كده عمر بدأ الخدمة العسكرية وخدمة التجنيد الإلزامية كلاعب ممكن يلعب في طلاع الجيش أو حسب ما يتم التوافق عليه لكن فيما يخص علاقته مع الصفاقسي على الجانب التونسي الشقيق إن شاء الله تفاهم هذا الظرف لأن دي ظروف خدمة عسكرية إلزامية على كل المواطن فنتمنى إن شاء الله أن يتم تفاهم يعني اللي لم يقصر مع الجانب الصفاقسي وإذا تم حل هذا الأمر لن يقصر حوله رغبة عمر في استكمال الفترة الجاية مع طلاع الجيش ويمكن إن هو يؤجل انتقاله للصفاقسي فيما بعد تجربة الخدمة موضوع يدرس يعني يعني يؤجل الموضوع طيب ده إذا كان للأهل مع الصفاقسي أو لعمر جمال مع الصفاقسي في تونس أيضا في أزمة معلقة للأهل مع النجم الساحلي بشأن كلبالي النجم الساحلي اللي ضم هذا اللعب الهارب من الأهل واللي صدرت ضده أو صدرت ضده حكم من المحكمة الرياضية الدولية النجم الساحلي أصدر بيان حول أزمة هذا اللعب الإفواري سليمان كلبالي قال بيان النجم الساحلي على موقعه اللعب كان حريصا على تسوية وضعياته وقد بادر منذ مضائه مع النجم الساحلي بتكليف محامل تونسي التفاوض مع النادي الأهل المصري ثم وبتقدم المفاوضات تدخل نادي النجم الساحلي للتفاوض بشكل جدي ومباشر مع النادي الأهل وقدم تصوره لفض النزاع وعرض مقترحا لتسوية وضعية اللعب واختتم النجم بيانهم ومن المنتظر تلقي ردا من قبل الأهل خلال الأيام القليلة المقبلة حصل الأهل على حكم انتوا عارفين بتغريم كليبالي مليون وربعمائة ألف دولار بعد ما كان هرب من الأهل في مايو 2017 الفيفا منح كليبالي مهلة أخيرة لسداد الغرامة وإذا لم يسددها سيتم إيقافه نهائيا أو سيتم توقيع عقوبات مغلصة جديدة عليه بص أبص موخف كليبالي في تعامله مع قضية هروبه برضو يتسم بعدم الفهم الحقيقي لللي عمله أيو خدها ب استهانة خدها بخفة شديدة جد آه زي ما قلنا أن العمر ما كانش قاصد أو ما كانش واخد باله المشكلة الحقيقية حجمها قد إيه في موضوع التجنيد في أمور ما ينفعش تتعامل معاها كده وأنا بندهش من وكلاء اللعبين بندهش جدا أن يبقى كل همهم أن هم يحققوا لللاعب اللي هو عايزوا يلحق بسرعة ياخد السبوبة زي ما بيقولوا دون إدراك حجم الضرر اللي بيحط فيه اللعيب ده لعيب هرب بدون أي سبب وصاقة بعض الأسباب اللي كمان تعقد الموضوع الاضطهاد والأهلي ومش عارف إيه معا أنه كان يعيش في لحظات توهج ذهبية وجمهور الأهل يبتدى يسخ فيه جدا وأنا واحد من الناس قلت الله هو ده الفرود اللي إحنا مستنين وكان كل مرة يجري حسام البدر ياخده في حضه بعد ما يجيبه الجون وزميله تحتفي بيه احتفاء هايل جدا والحقيقة أنه كان فرود حقيقي وبطعم الهدفين الكبار يعني فجأة هرب حد فهمه أو صورله أو هو أتلعب في دماغه موكل آه إن كنت تعمل كذا وتروح لحتة الفلانية بدليل إنه هرب في دوريات من اللي بتدفع فلوس بس ما عرفش يلعب تلاقي إنه مرتضر ما حدش فهمه اللي إلت عملته ده يا ابني هيعرضك لعقوبات مش هتلعب كرة إلا إذا أوفيت بالتزاماتك وقد وهو معرض أيضا للإيقاف حتى بالالتزام الهروب من عقد بدون مبرر ده موضوع جد جدا ما مش مش عابل يعني فالنهار ده النجم السحيلي التسويق اللي عرضها الحقيقة أنا مندهش لها جد عرض التسويق أقل بكتير من الغرامة دول عرضين عرضين نقصته مبلغ نصف الغرامة تقريبا إزاي يعني على خمس سنين لا يعني أنا محكم لي بمليون وربعمائة ألف دولار ما أنت ممكن تيجي تقول لي إيه أنا عرض عليك التسويق لو دفعتهم لك كشف دلوقتي تعمل لي نوع من التخفيض يسمح لي أن أقدر أسدد لك المبلغ ده نتكلم إنما الطريقة اللي تكلموا بيها يعني أنا مندهش إزاي التصور أنه فيه نادي ممكن يوفق عليه فالموضوع نهارده حاجة صورة قليلة عن كده بكتير وخمس سنين كمان يعني فيه تفاصيل هنقول لك يعني هو مش عرض تشعر أنه عرض يناقش يعني العرضه متوقع أنه يقبل أو هو فاهم يعني أن النادي الأهلي ما هو أحسن من ما فيش لا ما فيش أحسن ما فيش أعلى لأن النادي الأهلي الموضوع ده لو شقين شق أدبي ومعناوي الطريقة اللي ميشي بيها من نادي الأهلي مينفعش أنه هو يخرج منها بدون عقوبات حقيقية أشعر بيها هو بقاله سنة دلوقتي أو أكتر ما ألعبش هيحصل تواصل بإذن الله إذا كانوا جدين جدين في الرغبة في التسوية والوصول إلى اتفاق ربما إذا فضلوا على المنهجية دي طبعا مش هيحصل اتفاق مش هيحصل طيب سليمان كوليبالي كان يعني بدأ فعلا يسمع بشكل كويس قوي بدأت الناس تلاحظ أن فيه فروت كويس قوي وفجأة حصل اللي حصل حالة ولكن كانت مختلفة شوية لعب بدأ يسمع وبدأت الناس تبص عليه بإعجاب شديد بعد أيام قليلة من انضمامه للأهلي لكن ده أصيب في إصابة مؤثرة بالرباط الصديبي محمد محمود أول مقدم للأهلي في المركات الماضي الناس كلها تفائلت جدا أنه فيه لعيب مهم جدا بدأ يصهر في خط وسط النادي الأهلى بشوانتس بإمكانيات واعدة جدا سريعا جات الإصابة حاليا محمد محمود بينفذ برنامج تأهيل قطع شوط كبير منه لكن كان ضيف في قناة أونسبورت مع الزميل العزيز سيف زاهر الناس مبسطت جدا من كلام محمد محمود برغم أنه ما كانتش شافته كتير واضح أنا قلت لك لما الراجل دمضى قلت لك إيه أهم ما يميزه شخصيته ورجع لكلامي أي شخصيته شخصيته نضجه المبكر على سنه آه يعني كل بالي أضرته شخصيته ومحمد محمود بارزة فيه شخصيته جدا وده اللي خلاني أنا أنا واحد من المعجبين به مش هاسبلك أحرمك من معجب بيك محمد محمود مع سيف زاهر نسمعه يعني قاعد أكيد بتفكر وأكيد عندك طموحات عايزة أرجع نادي الأهلي أثبت أكيد كل ده تفكير يعني كل ده تفكير واحد بيفكر فيه كل يوم ومش كل يوم كل لحظة وبعدين فيه حاجة مهمة جدا يعني جمهير النادي الأهلي سندتني كتير قوي ومحتاجة أرد لهم يعني الجميلة بصراحة مش عارف مش عارف أقول لهم إيه يعني حتى كمان أول لما تصبت لقيت حب كبير جدا مش مش مصدقه إمتى بكيت؟ آه إمتى؟ إمتى بكيت؟ آه تاني يوم الإصابة تاني يوم؟ آه تاني يوم شفت نفس في فيديو تعبيرات وشي خلتني أبكي حتى كمان سحيت الصبح يا ربكم داك أبوست قلت حسيت بيه؟ ما حسيتش بحاجة يعني أنا أكيد دايت يعني أنا كنت عايز أقدم حاجة للنادي وعايز أقدم حاجة للنفسي وعايز لسه 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 تقول يعني لسه مرحيتش ألعب حتى كمان مرحيتش أزور النادي أنا هاتت أذبه واحد في النادي أول لما روحت روحت عاماتش بيرامد ساعة تمرونت ثلاث تمارين مع الفرقة ودخلت ماتش اسموحي، شيت من المعسكر يعني أنا كنت عايز أفريكا تاني يوم كنت عايز أفريكا أول لما عارف الصليبي ما خلاص كل شيء راح وكل شيء تفكيري دلوقتي حاليا في الزارجة عن الإصابة والزارجة أحسن دي أهم حاجة حقول لكم حاجة على شخصية هذا اللاعب دمث الخلق الناضج اللي تفكيره أعلى من سنه لما جي النادي الأهلي عمل إيه؟ عمل حفلة يودع زملائه في ودي دجلة شوف سن الزغيرة دي وعيت وتفاعل يعني الولد مدرك إنه سايب أسرة حيروح لأسرة أكبر حاسس بالمسؤولية والفرحة وإحنا كنا عادين بنتفاوض مش بنتفاوض الحقيقة هو غالي البيت هو وفضله وكابتن فضله وكابتن حسام والوكيل بتاعه قعد على جاب كده مالوش دعوة ولا منشاغل وريني مش عارف إيه لا 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 مش هينفع كده يوم التانين يقنعوه هو جاي مبسوط إنه حيروح النادي الأهلي ومطمئن للأشخاص الموجودين إنه حيدوله حاجة تناسبه محدش حيظلمه فكانت قاعدة جميلة جداً كلها كلام في الكورة وكلام من ناحيته يعني وفي المستقبل وتفاوله لا ناضج وديك شايف طريقة اللي بتكلم بيها مش راجل منهار عشان أصيبه رغم إنه بيقول أنا ملحيتش أزور النادي ملحيتش ألعب أنا يا دوبك اتمرنت ثلاث مرات وأصبت ولعبت ومباراة وأصب فالحقيقة يعني مني من الله حتى في اللقاء ده برق الدكتور خالد محمود قالك أنا من أول ما أصبت أنا اللي جذبت على الدكتور أنا عدت على الدكة قلت له لا ما فيش وجع رغم إنه كان فيه ألم فعشان كده سمحه إنه ينزل يكمل فهو رغبته إنه يلعب أه طبعاً خلته ينكر الألم اللي كان وده تملي بارده بينبه إنه فيه مشكلة هنا بقى عدم النضج أه الخبرة أه طبعاً الخبرة خبرة اللي تقولك إنه ساعة الإصابة الصغيرة قبل الكبيرة ما الصغيرة هتتحول الكبيرة صرح الدكتور الصغيرة هتتحول الكبيرة صحيح أنت أحياناً يجيلك إجهاد في العضلة بتحس إن العضلة دي انت حاسس بيها خلح قبل ما تتمزق آه ده في التأهيل اللي هو وساعد سمير إن شاء الله يرجعوا إبو زي الفل إن شاء الله طيب شوفوا كلامه عن نادي الأهلي وساعدته بمباراة واحدة لعبها وساعدته بجمهور الأهلي الحقيقة حالة الدفء الشديدة أو اللي بتربط أي لعيب لعب في النادي الأهلي بتبقى موجودة حتى بعد ما لعب يترك الأهلي وممكن يروح الزمالك كنادي منافس بس تلاقيه لسه محتفظ للأهلي بعلاقة حميمية جداً لو سافر لو بعد بعيد إن شاء الله يروح أمريكا زي أيمن شاوي يروح أمريكا وشايل الأهلي جواه في كاتحة برضو فيستضيفوا الكابتن أحمد شوير فتسمعوا من الكابتن أيمن شاوي كلام مهم على الأهلي يمكن الأجيال الجديدة متعرفينش كويس إنما بتسمع وساعات بتشوف زي كان زي ملك فيفا نفس الهدف نفس الهدف نفس الهدف يعني طبعاً ده منتصف المرمى وأحسين السيد لكن كمان كرتها مات سهل أوي يعني مش ممكن نفس الهدف النادي الأهلي بالنسبة لي يعني أعتقد بيتي الأول بيتك الأول بعد كل السنين ديت أعتقد أنه بيتي وهو ومازلت متمسك بيه وعايز أعرف أخبار وهو بشجعه زي ما يكون مشجع درجة ثالثة لحد دلوقتي طبعاً لكن العملية زادة بتبقى حريص إن أنت تبقى تفرج على ماتشاة الأهلي أعلى طبعاً طبعاً حتى لو أنا في الشغل أمشغل الكمبيوتر والله أه وجايب القناة وبتفرج على الماتشاة بتبقى تتجنن لما يدخل في الأهلي جون لما جون يتأخر لما موقف في الدوري بيبقى صعب بتبقى قعد بص السنة دي من أصعب السنين اللي مرت علي يا سلام والله العظيم وصرت علي نفسياً بعض الشيء في الشغل برضو عندي والله لأن العملية كانت صعبة قوي وأنا في البداية بتاعت النادي الأهلي سنة طبعاً ما كانت بداية جيدة فأنا كنت عصبي جداً وعملت كذا مشكلة في الشغل وأثرت علي قوي وبعدين ابتديت هذا شوية لما الأمور ابتديت تتحسن ويعني من كذا شهر حسيت إن النادي الأهلي حياخد بطولة بنسبة كبيرة قوي فابتديت تهدى يعني إنت حسيت الأهلي ممكن أن أخذ البطول يمكن أن نربع خمس شهور النادي الأهلي كانت بداية مش جيدة نهاية جيدة نهاية جيدة نادي زمانك العكس بداية جيدة نهاية سيئة أيمان نزولك من أمريكا مخصوص لانتخابات النادي الأهلي وكابتن محمود الخطيب كان قل لي أسبابه قل لي مبرراته يعني لو كتبت على تويتر كتبت على الفيسبوك كان حياة كفى جداً أنه أيمان شاو بقيد لكن توصل أنك تنزل من أمريكا مخصوص؟ آه هو كابتن الخطيب واحد مننا آه يعني كابتن الخطيب لي معزة غالية جداً عندنا كلنا بدون استثناء طبعاً 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 باهتمام غير عادي بالرغم من هو ما كنت شاكس منك حاجة؟ لا خالص لا بالرغم من مشاكله عنده كان مشاكل صحية آه بالضبط بالضبط فلما جات الفرصة أنه أنا هو مش الرد جميل يعني حتى لو الكلام ده ما حصلش أنا كنت أعمله من غير حاجة يعني أنا أحسس أن الكابتن الخطيب يعني أخ لنا كله كابتن آيمن شوقي من الناس الشخصات الجميلة هيلة يشيع بهجة في أي قاعدة صحيح دمه خفيف على خفيف أي يعني ما تحسش أنه هو راجل بيتعمد أنه هرج ويهزر بس باش هو ووشه جميل ولوه تعليقات لطيفة كده زي ما انت شايفه انت عارف يعني على حتة تعليقاته كابتن آيمن شوقي لما ميشي من الأهلي هو جيلي الأهلي من الكروم وكان هداف وعمل حاجة كبيرة جدا اللي حقيت تجيبه انت كان ولا أنا الحقيت في الآخر الإجراءات وقابلت والده بس اللي اللي حط عينه عليه وجابه ومكان شانهر آعم بعد ما ميشي من الأهلي ومش بقرار من المدير الفن بحكم السن بحكم يعني رؤية مدير الفن فكان كابتن محمد رمضان الصديق المقرب جدا من آيمن شاوي الاتنين فراودة مع بعض والاتنين صحاب ملعب قوي والاتنين تلتهم الكابتن على عبد صادق التلاتة كانوا علاقة خاصة بينهم ويمكن أسامة عربي كمان معهم بس فجأة رمضان بقى مدير كرة على آيمن شاوي وقرار المدير الفني إنه آيمن يمشي فتخيله لما محمد رمضان ياخد قرار أو يعلن القرار ضد أقرب صديق له في الفريق راح الزمالك طبعا لمدة سنة من سجمش من بساطش وبطل بعد ما بطل ما انقطعش على الأهلي فأذكر مرة جايب ابنه مروان الصغير في الاختبارات جايبه للاختبارات فبقوله راح فين قال لي هود الود لرمضان يمشيه أجي التعليق ده له السبب هو كابتن أيمن شاوي لما رمضان بطل هما تقريبا كانوا في ظروف واحدة أي فرمضان كان شعر بنفسه أنه لازم يبطل أي فبدأ يتعامل في الموضوع ده أنه أنت صاحبي وأقرب واحد لي أي بس أنا مسؤول على فرقة الأهل دلوقت بالضبط وهما رمضان بهدوء الشديد لكن شديد الصرامة صحيح صحيح وبهدوء برضه أي فبدأ أنه هو كابتن أيمن ما يلعبش بانتظام أو الوقت اللي النجم الكبير يا شعور أن أنا ما عودش أو أن أنا أخد وقتي الكافي أو أن أنا بقى لا أنت كده مش فير معايا ده شعور بيجي لمعظم العيبة الكبيرة لما تكبر يعني وعايزة تظل تتعامل على نفس الخصوصية فجه الموضوع عمل فجوة بين الاتنين في الآخر آخر الموسم أي أقرر بعضها أنه أيمن مش معاش آه فهو طبعا أيمن ماشي بس إيه هو ما بيحقينش يعني ما بيشلش آه ولما راح الزمالك وراح بلا حماس وبلا الشعر يعني زي قلت إيه أجرب ألعب سنة طلق ما نفعش ما شلش قوي وأعتقد أن دي لم تفسد الود بينه وبين رمضان بالعكس رمضان في فترة مرض أيمن كان خلاص رايح له أمريكا كان مسافر له يبطان عليه أنا عارف يعني العلاقة اللي بينهم أقوى علاقة بين اتنين صحيح فهو التعليق بتاعه أن رمضان مشاني وأنا أما روح أود ابني يمشيه هو كما المفارقة بقى أن رمضان ما خدوهوش فعل يعني رمضان صارم في الحدة دي فسبها تمشي تمشي زي ما يعني يا موهوب قوي يتاخد يا لأ قال لك أنا مودي ابني مروان رمضان يمشيه يمشيه بسرعة وجاي طيب ده أيمن شوقي وحياته في أمريكا وشغله شفته قد إيه مرتبط بالأهلي وقد إيه قال لك أنا تقزمت حتى في شغلي في بداية الموسم لما كان الأهلي نتائجه مش مستوى هو قال كلمة حلو قوي لا كان عندنا طبعا مش مصدقين صحيح ربنا معين الأيام دي طيب خبر استوقفنا الحقيقة تقدروا تقولوا يعني مفروض نتعلم منه واللي بيحصل برا في أندية كبيرة وأندية أوروبية المفترض أن أحنا هنا حتى بقيامنا وحتى بتقاليدنا وحتى بسلوكياتنا وحتى بمعتقداتنا وأخلاقياتنا لازم أن نشوف الناس دي بتتعامل إزاي على الصعيد الإنسان الراقي نادي شالكة الألماني بيوقف الرئيس بتاعه نادي بيوقف رئيسه ثلاث شهور لأنه قال تصريح فهم منه أنه فيه حالة عنصرية فيه استهانة بالأفرقى قال أنه الناس دي لازم يتركب لها محطات وقود أو محطات طاقة يعني محطات كهرباء كتير عشان تنور البلاد بتاعتها والغابات فيتوقفوا على إنجاب الأولاد فهم منه من المجتمع الألماني ومحبي نادي شالكة ومساهم النادي إن دا تصريح فيه عنصرية فيه إساءة لبشر فهم اللي بياخدوا من نفسهم القرار ضد رئيس النادي فيه رقية أكتر من كده لا مش فيه رقية دا لأننا بقى إيه نفسي نتعامل مع المواقف دي إن دا مش رقية دا الصح دا الصح دا الصح لأن إحنا لما بنتعامل مع الأمور إحنا هنا بقى معاييرنا إن دا رقية وإن الطبيعي الإسفاف والإساءات والتجريح فممكن تكون موسف أو تكون راقي فإذا ما كنتش راقي مش مشكلة لا دا صح ودا غلط دا ليس رقي دا طبيعي في السلوك البشر هو البني آدم البني آدم مطالب بإيه هو الاستعلاء أي إنسان عنده استعلاء على الآخر بأمارة إيه الفلوس ربنا اللي مدها لك الصحة ربنا هنعم عليك بيها الجاه والمال ما أنتش عارب دول ممكن يكونوا سبب تعاستك أنت وشوفنا رؤساء في السجون وشوفنا رؤساء بتعملوا على المصورات وبيحصلهم إيه وشوفنا إذن الإنسان كلما ربنا يدي له الفرصة أنه يكون قوي وأنه يتعامل مع مع المجتمع لابن يكون على قدر المسئولية وإلا المجتمع هو اللي سيحزبه فدي معايير مجتمع يا أستاذ فراهية دي معايير مجتمع نفتقدها نحن نحن بنرحب دا فيه بيقولك يعني فيه ناس بتعتبر أن السلطة العالية بيجيب الحقوق هذه ثقافة خطيرة جدا لأنها تجيب الحقوق وغير الحقوق يعني إذا كنت أنا حديك حقك عشان صوتك عالي أو بتتجاوز معايا يبقى أنت حتستخدم هذا السلاح إنك تخطي حاجة مش من حقك إيه اللي يمنعك مفيش حاجة الرئيس ده اسمه تونيس بس يعني الدنيا حصلت فيها ضجة كبيرة جدا هو رجل أعمال كان فيه مؤتمر في مدينة بادربون شمال غرب ألمانيا انتقت خلال التصريحات اللي أنا قلت لكم عليها دي قال إن فيه زيادات ضربية كتيرة في ألمانيا لمكافحة التغير المناخي يعني هو بداية الكلام على فيه ضرائب كتيرة بتفرض على الألمان لمواجهة ظاهرة التغير المناخي فقال التغير المناخي سببه إنه الناس بتشيل الغابات وبتشيل الأشجار فمن هنا قال على الأفارقة لازم يركبونهم حطة هم الأفارقة اللي بيشيلوا الأشجار ما يهاجم الأوروبيين اللي بيشيلوا الأشجار بص التصريح يوصل شخصيات برزة في قرة القدم والمواقع كتيرة في التوصل الاجتماعي في ألمانيا عبرت عن استياءها الشديد لتصريحات رئيس شالكة وطلبت بإقالته وزيرة العدل في ألمانيا كريستين لامبرشيت قالت على شالكة التعامل بجدية مع تونيس اللي هو الرئيس النادي وقالت لمجموعة إعلاجب معارضة العنصرية بصوت عالي وواضح في كل فرصة لا تدعوها تمر الراجل قدم اعتذار قال إن دي كلمات فعلا كانت غير لائقة مني ما كانش صحة ولكده لكن قال إن أنا هظل دايما حريص على دعم قيم شالكة قيم لدي شالكة ضد العنصرية هظل دايما دعم لها حتى لو على حسابه الله الله هنا المسئولية مش المكابرة شوفوا الراجل بقولك قيم شالكة علشان الناس اللي بتقولك يعنيه قيم الأهلي يا جماعة كل كل تجمع بشري حتى مش نادي ولا حزب ولا غيره لابد إنه يبقى له مجموعة قيم بتحكمه بتحكمه يفخر بيها بالضبط يتوب أهم حاجة عنده اللي استهانة بكلمة يعنيه قيم الأهلي لا كل تجمع بيحكم أفراد لابد إنه يبقى فيه إطار قيم معين بيحكمهم طب لما تتقالك دي من رئيس شالكة بقى يعني إيه قيم شالكة يتعمل في إيه بقى تقبل منه ما تتقلناش إحنا في النادي الأهلي هنا وكنا نقبلها قبل وشوفوا لمجرد كلام فهم منه إساءة أو التهمات عنصرية تسمعوا كلام لناس إساءة في خلق الله تجريح في خلق الله يساءل لخلقة إنسان كلام كتير جدا دون المستوى الإنساني عشان كده لازم نتعلم من هؤلاء البشر اللي بجد بعد الفاصل فالتهنى روحك الطاهرة يا مائستو رجعنا لكم والأهلي خط أحمر يا أستاذ إبراهيم الأهلي خط أحمر عندنا كلنا قابلينا قبل أنفسنا وقبل شخصنا وهو عشان الأهلي خط أحمر هو عنوان برنامج جديد هيقدمه اتنين من الشباب الصاعد يعني كان عندنا هاجس إن الشباب ده يريد يلمع وياخد فرصته ودناله يعني أول ناس قدمته برأي العام كان عندنا في ملك وكتابة وكنا متواصلين معهم وتتواصلت معهم كثيرا فأحمد أسامة ومحمد فارس إبراهيم اتنين شباب مكتهدين جدا ومعهم مجموعة من الفريق الإعداد معهم بالمناسبة برضو ابننا اللي قدمناه هنا شادي صابري هيكون معهم هيقدموا هذا البرنامج اللي بنتمنى لهم التوفيق فيه وإنه يلاقوا النغمة اللي بيدوروا عليها وإن الهوية اللي تقدمهم كإعلامين راصخين لأن عندهم حماس وحب للنادي الآلي هم وزميلهم قيش وغمري والله أنا بخاف أعدل في الإعداد قيش وغمري في الإعداد حسناً فاعي مع شادي صابري لأن يريد قناة الآلي تتبنى إفراز الكوادر الإعلامية النقطة التي بندفع تمنها لأنها غابت عننا كثيراً فمبروك لهم أنا بس عايز من الأخوة بقى زملائهم على السوشيال ميديا بالراحة عليهم لأن أنا عارف سكينة النقط في الصح والغلط الشباب الجديد تخلقوا دايق وعمعييره بقت صعبة حد مش ضروري يقدموا النموذج اللي في ذهنكو لكن ضروري يقدموا النموذج اللي في دي النادي الأهلي ونكسب منهم إعلامين طاقم إعلامين قوي بعد كده نشوفه على منصات أخرى إن شاء الله كل التوفيق لأحمد أسامة ومحمد فارس في الأهل خط أحمر بكرة ابتداء من العشرة مساء وزي ما المهند سعاد لي قال بالراحة بالراحة على أي تجربة جديدة الناس لازم أن تدعمها لازم أن تساندها لأنه كل واحد بيتفرج لازم أن ياخد باله من حاجة السطح الإعلامي ده بيختلف عن ده مش بالضرورة أنا في السوشيال ميديا بقول في الفضاء الرحب كل اللي أنا عايزه هقدر أو تنتظر مني هأدي نفس الأداء بنفس الحدة أو بنفس حتى مساحة الحرية أو لغة التناول كل ده هيتناول وهيختلف بمحدداته وبضوابته بظروفه وبطبيعته من هنا لهنا حسب السطح الإعلامي المسألة مختلفة بإذن الله كل التوفيق لأحمد أسامة ومحمد فارس في الأهل قط أحمر بكرة من عشر مساء وكل التوفيق للزملاء في برامج القناة فالتهنا روحك الطاهرة يا مايستر رحمة الله على كابتن صالح سليم وهو يتسلم وسام نادي القرن العشرين في جوهانسبرج كان له حلم كبير قوي نفكركم به كانت لحظة تتويق قصة الحب التي جمعت صالح سليم بالنادي الأهلي حين وقف صالح يتسلم جائزة النادي الأهلي كنادي القرن في أفريقيا كانت هذه الجائزة هي التكريم الحقيقي للإثنين معا النادي ورئيسه وكانت تلك اللحظة هي أجمل نهاية ممكنة لكل هذا المشوار الطويل والجميل الذي قطعوا الأهلي مع صالح سليم من أجل كرة القدم ومن أجل مصر مع شكة أنا بقول لك ما زال الميستر يعزف يعني في كل موقف تستطيع أن تتذكره طيب في الموقف ده إيه قيمته في اللي احنا بنتكلم فيه دلوقت إيه مناسبته كابتن صالح بيقول للحضور أتمنى أننا نكون هنا في نهاية القرن الجديد وبنحتفل بالأهلي نادي القرن الواحد والعشرين بهذا التشريف آه شوفوا ده كان حلم رئيس النادي الأهلي أنا زاك لما النهاردة يمر خمس القرن الجديد ويعلن اليوم الاتحاد الأفريقي قيمة العشر الأوائل في القرى الأفريقية ويكون الأهلي نادي القرن حتى الآن في القرى رسميا الاتحاد الأفريقي أعلن قيمة العشر الأوائل علشان الناس اللي كانت عايزة تشتيكي والناس اللي بتشكك والناس أصول كاف جامل الأهلي والكاف الجهاز السابق في الاتحاد الأفريقي والسكرتير العام المهندس مصطفى مراد فاهمي هو اللي جامل الأهلي وده الأهلي لقب نادي القر كل الناس دي مشيت وحتى الرئيس اختلف وقالوا أنه هم نجمع نداء نجمع كل الواحد عنده مستند يقدمه ضد الأهلي ونداء لكل أصحاب القلوب الرحيمة أي حد عنده ورقة دين الأهلي اللي سرق لقب نادي القرن هنعمل ملف وهنروح به للاتحاد الأفريقي الكلام ده تبعتوه الفترة اللي فاتت ها هو الاتحاد الأفريقي نفسه النهاردة يعلن قيمة العشرة الأوائل والأهلي في الصدارة بنفس المعايير بنفس نظام النقاطة باشموندس اللي الناس شككت فيها واعتبرت أن الأهلي مخدوم فيها اللي سمحت لزمالك نفسه أن يكون السادس يعني هنا في ترتين كده الأهلي الأول سبعين نقطة مازين بالكونغول التاني خمسة وخمسين نقطة نجمع الساحل التونسي التالت واحد وخمسين التراج التونسي تسعة واربعين الوداد تسعة وعشرين الزمالك تمانية وعشرين انيامبا سبع وعشرين الهلال السوداني تلاتة وعشرين وسانداونز الجنوب الأفريقي في المركز العاشر أيضا يعني أنت متخيل بعد تسعتاشر أو عشرين سنة الربع الأول من القر والأهل في الصدارة والفارق بينه وبين مازين بي سوعة وسبعين لخمسة وخمسين يا تعيش وقعي وتروح بقى تاخد بالأسباب عشان بإذن الله تقترب وتنافس يا إما تعيش الفيلم بتاع أنا عتريس أنا عتريس وتفضل معطل نفسك على هاجس مالوش لازمة قلنا مئة مرة اللي عنده مستند يروح يرفع عضية وشوف وعندك الاتحاد الدولي مالكش يدعو بحد والاتحاد الدولي تغير الرئيس فيه إنما الفريق العاشر أسك أسك ميموزة الإفواري مش سانداونز أنا قلت سانداونز بالخطأ وأسك ميموزة يعني محدش حيخلي باله أول لا تفضل العاشر دي مش طيب وكويس الدقة مطلوبة لا لا فأنا أنا ليه عيش على هاجس وعلى حاجة مش هتحصل وأفضل أصدر هذا الهاجس لأجيال ما عصرتش الموضوع وتبتدي فعلا تتصور هذا إن ده حقاها يعني ليه أنا يعني مصر إن أصدر ثقافة الوهم إلى ناس مالهاش ذنب مالهاش ذنب خلينا وقعي تعرف أنت فات كام عشرين سنة يعني تسعتاشر سنة عشرين سنة داخلين على عشرين سنة العشرين سنة ده كانوا كفيلين لو أنا صاحب حق وعندي قدرة صحية إنهم يدخلوني أو على الأقل يخلوني في إطار المنافسة إنهم ما بقاش بعيد أو كده على أمل إن أنا ابن الباشر طب وبعدين أنت دلوقتي بتعمل إيه اشتغل ما فيش حل غير إن نتشغل إحنا قلقانين ليه أستاذ إبراهيم إيه اللي مزعلنا إن إحنا اخترابنا أكتر من مرة وبفعل فاعل تسحب مننا البطولات ثلاث بطولات بتاعتنا أيوه ثلاث بطولات بتاعتنا بتاعتنا وهو أحمد أحمد اعترف إن آخر بطولتين زولي مشكل طيب ليه ليه أنا مزعج عشان عندي هدف أن أظل في هذه المكانة مش عاجبني إن يبقى بيني بين الوراقة 15 النقطة يمكن تعوضه لأ أنا عايز أكسب والحق نفسي وبعدين كان عندي حتة زيادة بقى إن أنا كنت متصدر القائمة بتاعت الأكثر تتويجا بقيت الوصيف مش عايز أفقد حتى الوصيف دي وعايز أركع تاني كان عندي فرصة السنتين دول أو السنة دي تحديدا لفاتت دي إن أنا أضيق الفارق مع ريال مدريد هو ده هو ده اللي يحافظ عليك إنك ما تعودش بقى تقول ضع مني وضع مني لا اشتغل 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 عشان تعود فأرجو إن الملف ده يتحسم يرفع عضية واكسبها يا ما اتكلمش في الموضوع ده لأنه مش حقيقي وأنت تعلم إنه مش حقيقي وزمالك برئيسه دكتور كمان دروش هنأ النادي الأهلي أنا ذاك بالبطولة البطولة والمعايير دي وضعت الزمالك في المركز التاني وكان السابع يعني أرجو إن الموضوع ده يتاخد بموضوعية أكتر من كده وإذا كان في حق هي ما اسمهاش مؤجلات ومن الأهلي ما تأجلوش إلا مباراة واحدة اللي كان المفروض أو ممكن يلعبها وملعبهاش بقية المباريات اللي الكل بيتكلم عليها مش أكتر من محاولات توفيق الأوضاع بين الموعيد لجنة المسابعات حطت موعيد قالت الأهلي هيلعب يوم ثلاثة ستة أو ثلاثة تسعة فتفاجأ إنه الاتحاد الأفريقي بيقول إن الأهلي يوم ثلاثة تسعة هيلعب مع فرقة في أفريقيا أو منتخب مصر يوم أربعة هيلعب مباراة فاللي بيحصل من لجنة المسابعات بتروح مرحلة هذه المباراة بتاعة الأهلي اللي كان ألعبها يوم ثلاثة لمعاد تاني يعني الأهلي اللي بيطلع فللأهلي طلب ولا كان يقدر يلعب في المعادل اللي هم حطوه وحنمسكها وحدة وحدة عشان نوريكوا قد إيه الأهلي تحمل السنة دي وما تجملش في أي مباراة مؤجلة إلا في وحدة ما طلبهاش بالعكس قدير ما طلبهاش قدير من الإرهاق والإصابات الأهلي كان المفروض يلعب مع الجنة في الأسبوع التاسع كان يوم 18 سبتمبر 2018 دي المباراة الوحيدة اللي كان ممكن الأهلي تتأجله لكن أو كان مفروض يلعبها وفي الآخر ما نفعش أنه يلعب لسبب التعارض هقولكم المؤجلات ده جدول قدامكم الأهلي والجونة كان بالزبط في الأسبوع السابع كان المفروض يتلعب يوم 18 سبتمبر 2018 18 9 الأهلي والجونة جات بين مباراتين مع حرية الغيني بفاصل فكان فيه مدة كان ممكن الأهلي يلعب لكن اللي حصل أنه الاتحاد الأفريقي أو الناد المصري طلب تأجيل مباراة لأنه كان مسافر يلعب مع في الجزائر في الكونفدرالية اتحاد الكورة أو لجنة المسابقات أجلت للناد المصري فقام بالمرة مأجل لباشموندس مباراة الأهلي والجونة من غير ما الأهلي يطلب دي المباراة الوحيدة اللي كان ممكن الأهلي يلعبها لأنه كان فيه فاصل 8 أيام وتأجلت علشان الناد المصري مش الناد الأهلي تقول للمباراة مباراة استفادة الأهلي من تأجيلة ولا أدير ده أدير لأنه اضطر أنها بعد كده تتحط وتتحط وتتحشر في زحم أجلات أخرى أه أولى المباراة المؤجلة كانت مباراة الأهلي والداخلية لجنة المسابقات حطى للمباراة اللي كانت في الأسبوع السادس حطى لها معاهة 11 تسعة بينما المنتخب هيلعب مع النايجر تمانية تسعة والأهلي هيلعب مع حوريا الغيني في كوناكري 14 تسعة طيب الأهلي إزاي هياخد المنتخب لعبة الأهلي يلعب يوم تمانية ويلعب مع الداخلية يوم 11 والمفروض يلعب مع حوريا كوناكري الغيني في غينيا يوم 14 بره مصر أه ثلاث مباراة المنتخب في وسطهم فبالتالي لجنة المسابقات من غير ما الأهلي يطلب منطقية لازم أن هتأجل ومش هتقدر تقول للمنتخب استغنى عن لعبة الأهلي ومش هتقول للأهلي سافر بدون لعبتك الدوليين لحوريا الكوناكري الحل إيه أنه يأجل المباراة الداخلية فيتقال للأهلي تأجلت له كل حالة هتلاحظوها مش تأجيل إعادة تحديد المعاد بناء على تعارض مع يأما مباراة للمنتخب يأما مباراة يأما في البطولة العربية أو البطولة الأفريقية هنلاقي الحالة التانية في المؤجلات الأهلي والجونة في الأسبوع السابع دي اللي أنا قلتلكم كانت المفروض المباراة هتتلعب 18-9 الأهلي هيلعب مع حوريا كوناكري مطش الزهاب 14 ومطش الإياب 22 فاتأجلت مباراة الجونة اللي كانت يوم 8 بين المعادين على أساس النادي المصري طلب التأجيل فقال لك بالمرة نأجل مدام أجلنا للمصر مباراة أمبي نأجل لده دي المباراة الوحيدة اللي اتأجلت وكان ممكن لها لإلعابه يبقى تعالوا 23-9 الاتحاد الأفريقي قال لك الأهلي يلعب مباراة العودة مع حوريا كوناكري 22-9 الديني عقلك الاتحاد الأفريقي يقول يلعب يوم 22 الاتحاد المصري يقول يلعب يوم 23 9 فبالتالي مفيش ساعات بين المباراتين الاتحاد المصري أو لجنة المسابقات أجلت هذا اللقاء الأهلي وبيرامد رابع المباريات المؤجلة كان الأهلي المفروض يلعب مع بيتروجيت في الأسبوع التاسع لجنة المسابقات قالت 12 طيب يلعب يا أهلي مع بيتروجيت 12 حاضر بعتوله الجدول أوكي يطلع على الاتحاد الأفريقي جدوله يقول لك الأهلي يلعب مع سطيف يوم 12 في الدور نصف النهائي ده اللي حصل تعمل إيه يلعب الصبح مع سطيف وبعض الدور يلعب مع والأهلي والاتحاد بيجامل الأهلي حاجة غريبة فلما لجنة المسابقات توم مأجلة مباراة بيتروجيت يتقلقص والأهلي بيتجامل طيب دي رابع الحالات خامس الحالات المفروض الأهلي يلعب مع المقصة حددوله 19 عشرة في الأسبوع 11 وحدد الاتحاد الأفريقي للمنتخب هيلعب مباراة بتاعة سوازيلاند يوم 16 عشرة والأهلي يلعب مع سطيف الجزائري يوم 23 عشرة 16 و19 و23 حلوها انتو لا يقدر يأجل مباراة الأهلي وسطيف ده الاتحاد الأفريقي ولا يقدر يمنع المنتخب مجدد المنتخب كان بيلعب فيه والأهلي حيلعب فيه بالزبط أهلي كان حيسافر الجزائر بالزبط فبالتالي والمنتخب مسافر سوازيلاند المنتخب يلعب في سوازيلاند والأهلي يلعب في الجزائر ده 16 و23 تلاعب الأهلي يوم 19 مع المقصة ازاي 16 و23 والمباراتين براء ترجع اللعيب الدوليين ولا تلعب بدونهم فيتأجل مطش الأهلي والمقصة يتأجل دي مؤجلات فيه إعادة تحديد الموعد بناء على التعارض عشان تشوفوا محاولات تشويه التتويج عاملة ازاي هي مباراة واحدة من دي حاجة دي أضرت بيه التأجلات دي في سادس المؤجلات أو ما سموها مؤجلات الأهلي والنجوم اتحدد له كانت في الأسبوع الـ 12 اتحدد له تلاتة 11 تلاتة 11 قامل اتحاد الافريقي محدد للأهلي والترجي زهاب النهائي 2-11 قلولي بقى عشان بس عايزين الماتش ده يتلعب ازاي طول الموسم بتسمعوا كلام ويفضلوا يعددوا وفي الأخر يقول لك ايه اتأجل له 12 مباراة علشان يلعب مش عارف صفقات الجديدة اللي كان لسه مش حادش عارف هجيب هجيب مين ولا هيعمل ايه متخيلين انه يلعب مع النجوم تلاتة 11 فيقول لك لا يلعب مع الترجي اتنين 11 يتغير معاد النجوم إبادة اجيل المحاولة السابعة بقى الاهل المفروض يلعب مع امبي في الأسبوع التلاتاشر لجنة المسابات قال لك يلعب يوم سبعة 11 طيب سبعة 11 انت هتلعب مع الترجي اتنين وتسعة اتنين وتسعة والتانية برة قول لي هتعمل ازاي يعني المفترض يوم ستة هتلعب مع الترجي اتنين وبتسافر ستة عشان تلعب تسعة لا ابعت الاهل من تونس يلعب ماتش هنا مباراة امبي يوم سبعة وهو موجود في تونس يعني الاهل والترجي اتنين وتسعة بينهم سبعة فتتأجل مباراة امبي يبقى الاهل بيتجامل وبرضو فيها هتسافر اه طبعا ما هو كان خلاص سافر تامن المباراة المؤجلة كانت الاهل وطلع الجيش كانت في الاسبوع الثلاثر لجنة المسابقات حطت لها معاد وهي يعني الحاجة عمر حسين معذور لانه الموسم اللي فات فعلا استثنائي لانه الاتحاد الافريقي ضغط الافريقي علشان يلحق يخلص وينقل البطولة بطولة كأس الامم للصيف فعايز ينجز كل الامور فالاجندة الافريقية ضغطت فاصبحت انت بتحط موعيد محتملة كلجنة المسابقات وتنتظر مين هيتآهل علشان تتحدد الموعيد الجديدة اتحط للاهل وطلع الجيش 11-11 كانت في الاسبوع الثلاثر طيب تحط للاهل يلعب مع طلع الجيش 11-11 والتحدي الافريقي يقول للاعب مع الترجل 9-11 والمنتخب يلعب مع تونس 16-11 9-16 وصفر وصفر تحط بينهم طلع الجيش ازاي 11-11 شايفين الجدول قدامكم 9 المباريات المؤجلة الاهل يلعب مع اسموحها في الاسبوع الخمستاشر اتحدد لها ايه يوم الخميس 22-11 22-11 والاهل علشان البطولة العربية تنجح والاهداف القومية وانجاح المسابقات العربية تعالى يا اهلي يلعب مع الواصل الاماراتي يلعب امتى يلعب يوم 22-11 علا دهنا 22-11 بلعب مع اسموحها نفس اليوم 22 نوفمبر يلعب مع اسموحها ومطلوب منه يلعب مع الواصل الاماراتي فلما يلعب مع الواصل الاماراتي يترحل مع اسموحها يبقى اسمو تأجيل ومجاملة وخدمة للاهل كمان طيب كل المؤجلات في سنة 2018 ما كانتش مؤجلات كان اعادة تحديد مواعيد لتعارضها مع مواعيد اخرى لا الاهل طلب ولا عطرد ولا كان يقدر يلعب كمان هي مرة واحدة مطش الجونة وتأجل علشان لا الاهل طلب ولا كان اصلا الاهل حتى عشمان ان المباراة تتأجل لجنة المسابقات اجلت مباراة للمصري عشان يسافر للجزائر فقامهم اجلين اللي قال عشان ما اتقلش شمعنا دي المباراة الوحيدة كان فيها مدة 8 ايام كان يقدر الاهل يلعب بس لقى اللجنة هي اللي اجلت بناه دي النقطة الوحيدة الكلام تاني بقى الضلالة التانية من ضلالات محاولات تشويه تتويج الاهل المستحق بالدرع واحد واربعين انه الاهل ملعبش مؤجلاته او اللي سموها مؤجلات بالترتيب وانه اللجنة كانت بتنقل الاهل مين اصعب ومين اقوى علشان يلعب بالصفقات الجديدة في نهاية 2018 يعني لغاية 31-12 الاهل كان لعب من الدوري 12 مباراة 12 مباراة المفروض الدوري الاول كان 17 مباراة يعني اللي تبقى للآله في السنة الجديدة اللي المفروض هيلعبها بالصفقات الجديدة خمس مباراة بيرامدز وسموحة والمقاصة وانبي والزمالك واحنا قلنا منهم مباراة كانت في نفسي اليوم حيطت لعب افريقية اه طيب دول خمس مباراة فين الـ 12 بقى اللي تأجلوا للآله علشان يلعب بالصفقات الجديدة فين الـ 12 هم خمسة بتقول لي 12 قل لي السبعة التانيين مين انا بقول لك لغاية 31-12 الالك اللعب 12 مباراة السؤال من الاصل 17 السؤال بقى انت لما لعبت انت قلت مين المتشاط بيرامد وايه بيرامدز وسموحة والمقاصة وامد وزمالك طيب بيرامد لعبنا بايه انا حاجيلك في الصفقات الجديدة ايو انا حاجيلك الزمالك كان تبقله ايه من الدور الاول ما هو الكلام على انه اصلا الاهل هو اللي تعمل له ده بس الزمالك كان بقيله وما كانش عنده ارتباط افريقي زي الاهلي ممتد الزمالك كان عنده بيرامدز والاسماعيلي والاهلي يعني الزمالك له ثلاث مباريات الاهلي له خمس مباريات مبارتين اتنين فرق لظروف الاهلي اللي لعب فينال في افريقيا في الترجل والدوشة اللي انتوا شفتوها في التعارض بقت اتناشر الاتنين بقوا متناشر الغريب انه في الاثناشر المباراة اللي اتأجلت للاهلي عشان يقدر يلعب بالصفقات الجديدة زي ما قالوا الزمالك رفض انه يلعب ماتش بيرامدز كان يلعب مع بيرامدز في الاسبوع التاسع قالك مش هلعب الا لما الاهل يلعب مؤجلاته ده انت اللي قلت يعني انت اللي حتمت انه لازم الاهلي يلعب بالصفقات الجديدة علشان انت مش هتلعب مع بيرامدز الا لما الاهل يلعب كانت اجيل مباراة بيرامدز اكباري زي ما انا قلتلكم لان هي تعرضت برضو احنا يعني وصلونا ان احنا نقول الصفقات الجديدة ماخد بالك ده صفقات جديدة ده احنا ملعب لبيرمد كان فيه صفقة جهت الصبح يوم الجمعة عبدالله السعي يبقى وانا اللي لعبت لصفقات الجديدة طب بيرمد لعب صفقات الجديدة اليومين يوم جمعة وهل هل اللي حصل مع مشاركة الاهل الافريقية ده جديد ولا لما كان الزمالك في 2015 أو 2016 لما لعب في افريقيا وحصلت لمؤجلات اتعامل ازاي بس الناس بتنسى هي قطة الاهل جمل رغم انه هو لا طلب ولا اجل ولا عمل بس اللي حصل مع الزمالك في 2016 كان اكتر بكتير من اللي حصل مع الاهل السنادي وفي الحالتين كلاهما ما هواش اللي اختار بس اللي انت استفدت منه هو اللي انت بترجم به الاهل دلوقت في 2016 موسم 2016-2017 كان الزمالك بيلعب في دوري ابطال افريقيا خصل وقتها في النهاية من ساندونز يوم 23 اكتوبر في الموسم ده وقتها الدوري بدأ 15 سبتمبر لغاية لما زمالك انتهى من ارتباطاته الافريقية خالص في 23 اكتوبر كانت لعب في الدوري عموما خمس اسابيع فقط لعب الزمالك فيها مباراة واحدة مع الناصر للتعدين وتأجلت له الاربع مباراة التانين كانت مع الانتاج الحربي والشرقية والمقصة وطلاع الجيش زمالك لعب مع الانتاج الحربي والشرقية قبل انتقالات يناير ولعب مباراة الاسبوع الخامس مع المقصة يوم 3 مارس 2017 ومباراة الاسبوع التاني مع طلاع الجيش 19 ابريل 2017 بينما كانت لعب كام 24 اسبوع في الدوري متخيلين حجم التأجلات اللي استفاد منها الزمالك واشرق صفقاته الجديدة وقتها كانت قد ايه وده بيان باللعيبة مين الجديد اللي جي وقتها ومين اللي شارك وبعدين يتقال قصو الاهل اتنقالوا مطشاط يلعب مين السهل الاول طب قولي يا عام ما هدي محاولات التشوية واللي هي بعد سنتين الناس هترددها كنغمة من غير ما حد يوقف عندها تتردد وتتراكم والناس تصدقها ايه سيدي المؤجلات او المباريات اللي انت شايف ان هي نقاوة مين الفرق السهلة اللي الاهل اتخدم بيها المقولين الاهل اللي لعب مع المقولين قبل ما يلعب مش عارف مع مين علشان المقولين مباراة سهلة طب المقولين في الدور الاول كسب الاهل واحد صفر وتعادل مع الزمالك اتنين اتنين يبقى المقولين صعب ولا سهل بتروجيت سهل سهلوها للاهل عشان يلعب مع بتروجيت تلاقي بتروجيت اللي انت وصنفت ان هو سهل اتعادل مع الزمالك واحد واحد واتعادل مع بيرامدز اتنين اتنين او تلاتة تلاتة يبقى سهل ولا صعب الجنة تحط للاهل قبل بيرامدز علشان يخدموا على اعتبار ان الجنة سهل طب الجنة عمل ايه مع الزمالك السنة دي وعمل ايه مع بيرامدز اتعادل مع الزمالك وفاز على بيرامدز يبقى سهل ولا صعب الكلام سهل مش الجنة هو اللي سهل الكلام سهل بس محدش بيدقق وانت بتطلق احكام هدفك الاساس ان انت تشوه وهدفك الاساس ان انت تقلل من الحاج فريق تعب وكان في ترتيب متأخر جدا بقوته وبعزمته وبإرادته وبنظامه وبالشكل العام بتاعه وبلعبته قدر يتوج انت ما تملكش الروح الرياضية عشان تقول له مبروك ده حاجة تخصك انت انت ما عندكش القدر ان انت تعترف باوجه القصور اللي عندك ده يخصك انت لكن لا يخص فريق بطل عمل كل اللي عمله عشان يصل لما وصله بالكفاح والعرق والتعب رغم كل هذه الاتهامات البطلة اللي انا بقول لكم لما تفندها واحدة واحدة تلاقوها كلام فارغ جدا طيب طلع الجيش مباراة سهلة حطوا للاهل طلع الجيش قبل مش عارف مين فتفجأ ان طلع الجيش تعادل مع الزمالك اتنين اتنين يعني اللي انت بتصنفهم لسهل اللي انا هما اللي انت فقدت منهم نقاط فمش عارف ايه الحكم عليهم هم مضعاف ولا اقوياء النجوم سهل ونزل درجة تانية اه بس عمل ايه مع الزمالك ده كسب الزمالك واحد صفر على اي اساس انت صنفت ان هو ضعيف او ان انا اتخدمت لما لعبته الدخلية سهل تعادل مع الزمالك اتنين اتنين وتعادل مع الزمالك تعادل مع الزمالك او تعادل مع الزمالك اتنين اتنين اساس هوudge انا اعايز اقول لي هو الفريق السهل 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 اهلي كسب دول عشان سهل تب انت ليه ما كسبتش دول عشان سهلين هو هو سؤال اللي بس يطل كده انما انت بتكلم جماهيرك بتخبئ عنهم الواقع وتبعلوم اسمه مجاملة الاهل طيب ما انت حاولوا يجملكوا يدوك الفرقة السهلة برضو فانت ما كسبتاش يعني اذا كانت الفرقة دي الفرقة دي اتجمل فيها الاهلي طيب هلعبتك برضو ولما يقولك الاهلي اتأجله خلينا نقولها اتأجله 12 مباراة باللي انت بتقوله طيب والزمالك مش يتأجله بنفس المنطق 11 مباراة 11 مباراة اللي تأجله بجد بقى الزمالك مباراة مع بيرامدس من الاسبوع التاسع مباراة الاسماعيل والزمالك من الاسبوع العشر مباراة مع بيرامدس بناء على طلب الزمالك والله اهلي ما طلبش ولا ماتش مباراة الاسماعيل من الاسبوع العشر مباراة الاهل والزمالك بناء على طلب مين في الاسبوع السبعتاشر مباراة الزمالك وبتروجيت في الاسبوع الثمانتاشر الزمالك وسموحة في الاسبوع الاربعة وعشرين المقاولين والزمالك في الاسبوع خمسة وعشرين بيرامز والزمالك في الأسبوع 26 المصر والزمالك كانت في الأسبوع 28 الزمالك ووادي دجلة في الأسبوع 29 والإنتاج الحربي مع الزمالك في الأسبوع 31 والجنة والزمالك في الأسبوع 33 11 مباراة مؤجلة للزمالك منها المقاولين والإنتاج تم تأجيل كل مباراة أخرى بعد تسكينها ليكون العدد الحقيقي كمان 13 مباراة يعني حتى الحداشر فيه اتنين أجلوا المؤجل يعني 13 محاولة تأجيل 13 مقاة تأجيل كم مباراة تعرضت بين الزمالك؟ يعني عندك 13 مباراة أسباب التعارض الحقيقية بنفس الحالات اللي كانت مع الأهل اللي الزمالك عربياً وأفريقياً سبع مرات يبقى الأهل بين مبارااته اللي تأجلت أو تحدد وعيد تحديد موعدها كان عنده مباراة واحدة للجنة كان يجب أنه يقديها والباقي كان تأجيل إجباري الزمالك بين الثلاثاشر سبع مباراة كان المفروض يقديها بدون ما يطلب الأهل في أربع مباراة تم تأجيلها بدون أي داعي للزمالك والمؤجل للتعارض مع البطولات العربية زي ما حضراتكو شايفين الجدول وطبعاً تابعته أنه في مباراة تأجيلت أنت بتعمل كده يا أستاذ إبراهيم طيب وأنا رأيي أن الكلام ده يجب أن يوجه إلى جماهير الأهل إنما يجب أن يوجه بنقول للجمهور الزمالك من فضلك من فضلك سيبك من كلامنا راجع الأمور دي راجعها عشان نفسك وتشوف هالحقيقة جملة الأهل ولا سبب ديعة دوري إن المطشاط السهلة التي لم يستطع الزمالك أن يتجوزها صحيح والأهل استطاع أن يتغلب على كبواته وإصاباته إنه ما يخسرش بعد كده في المطشاط اللي زاكد هو نفسه اتحاد الكور اللي قام بتعديل مواعيد مباريات بعد ما سكنها علشان سمع عليها الطلاق مهلعب كم مرة كم مرة بقى كم مرة سمعتوا عليها الطلاق مهلعب السنة دي الحاج عامل حسين اللي بيوصف دلوقتي إنه هو اللي جامل للأهل عامل حسين هو اللي نادي الزمالك في خطاب رسمي وجهنه خطاب شكر ده خطاب نادي الزمالك هتشوف الصورة منه لاتحاد الكورة فيوصف دلوقتي إنه اتحاد الكورة جامل للأهل والناس تسمع ومحدش بيفتكر كم مرة اتحلف طلاق عشان يتعدل مواعيد المباريات اتحاد الكورة رفض تأجيل مباراة الأهل وحرص الحدود رغم عدم موجود حجز للصفر تم تأجيل مباراة الأهل والاتحاد قبل مباراة سانداونس في جنوب أفريقيا وكلكم فاكرين إزاي أكبر الأهلي إنه يلعب بعد مباراة القمة اللي كانت فيها ظروف صعبة جدا وارض الملعب كانت طينية جدا لكن يسافر الأهل ويرجع ويلعب كمان ويلعب في تاني في نفس الملعب الموحل عشان يعني يجهد أكتر ماهو مجهد ويروح تقريبا في حالة بدنية يرسله الأهلي اللي انت شايفوا إن هو اتجامل لعب سبع مباريات بشكل مضغوط كل 72 ساعة مباراة في مواعيد غير أدمية أصابت 17 لعب من الأهلي مفيش لعيب ما أقصبش لدرجة إن الناس كانت بتتندر وتقولك مستشفى الأهلي بسبب هذه المواعيد غير الأدمية المباراة المضغوطة بشكل غير أدمي وبعد كده بافتراء شديد جدا تسمع إنه أصل أهل تجامل وصلوا طب ممكن بس إن أتوقف عند السبع مضغوطين طب ليه أنا ما أقولش أنا بقى كده إذا كنت عايز يعيش المظلومية وعايز يعيش فكرة التأمر إن الاتحادت عمد يلعبني في خلال فترات الإصابة وأنا محروب من لعبتي هذا الجدوى المضغوط ما كان يقدر يوسحها علي لما لعبتي تخيف إيش معنا أنا ما بقولش وأنا يكاد الدوري كل أسبوع يبتعد عني فإنت إلا كان الإصابة اللي تستمر أسبوع بيلعب فيها الأهلي ثلاث ماتشات واللي بتستمر شهر بيلعب الأهلي فيها سبع ماتشات يعني شفت يعني لو أنا عايز أخد بسوق النية بقى أقول ده الاتحاد تعمد يلعبني الجدوى المضغوط ده عشان عارف إنه عندي إصابات مؤسرة طيب مباراة الأهلي اللي لعبها بشكل مضغوط كل 72 ساعة هتلاقوه الثلاثة واحد وعشرين أغسطس لعب مع وادي دجلة واحد وعشرين أربعة وعشرين مع حرص الحدود ولايه بيلعب سبع أكتوبر مع الاتحاد وعشر أكتوبر مع الترسانة في الكاس يلعب عشر ويلعب أربعتاشر ديسمبر ويلعب سبعتاشر ديسمبر مع النجوم يلعب اتنين فبراير وخمسة فبراير وثمانية فبراير ده الشهر العظيم بصوا الخدمات اللي عملوها للنادي الأهلي والله اللعيبة اللي خادت بطولة الدور السنة دي يعني وسام بتاعها مش قليل عليها وسام طبعا إنك تلعب مباريات بهذا الشكل المضغوط جدا وكنت متأخر باثناشر نقطة فتتقدم وتتوج بفرق تامل عندك سبعتاشر إصابة أكتر من نصف الفريق تلعب اتنين فبراير وخمسة فبراير وتمانية فبراير وتلعب تلاتين تلاتة واثنين أربعة وعشر أربعة وثلاتتاشر أربعة بصوا المواعيد اللذيذة جدا اللي اللي قالت خدم فيها وتجامل فيها وبعد كده لقصوا معرفش سكنوا للأهل مواعيد وقلنا لكم ما تجاملش الأهل في معادة أجيل واحد غير مباراة الجونة علشان أجلوا للمصر من غير ما الأهل يطلب وكلها كانت مواعيد أنت بتوفق مواعيد جديدة سواء للمنتخب أو في بطولة أفريقيا أو البطولة العربية حتى المواعيد دي رجعت ضغطت الأهل فيها وأجبرتوا أن يلعب كل 72 ساعة بالشكل غير الأدام اللي انتوا شفتوه ده علشان إيه؟ أولا عشان جمهور الزمالك الكبير المحترم يبقى فاهم الفريق ده توج بكل روح رياضية عليك أن أنت تحترم تتويجه وتحترم كفاحه وتعبه اللي عمله أنت معرفتش تستغل صدرتك ده حاجة تخصك أنت فقدت نقاط ده حاجة تخصك أنت فرطت في بطولة أنت كنت حاسس أن الأهل بدأ وحش وهي قريبة منك ده حاجة تخصك بس احترام موجود هذا الفريق وهؤلاء اللاعبين اللي عملوا كل اللي عملوا السنادي برغم كل هذا الظرف الصعب لا منه الظلم أن أنت تسمع حد يقولك أجلوا له المباريات في الوقت اللي أنت بتلومه أحمد شبير وتتهمه بجامل الآلي بتشكر حازم إمام أنه تدخل لتأجيل مباراة للزمالك في الوقت اللي أنت بتقول للآله تأجله أقولك للآله تأجله مباراة ضمن سبع مباريات أنت عندك تلتاشر مباراة تلتاشر مباراة منهم سبعة كان ممكن تلعبهم الآله التمانية كان مهم وعد يلعبهم حتى حتى عشان الناس بتخلي بالها مين اللي أصر على أن زمالك والآله يلعبوا بعض البطولة الأفريقية مين اللي أصر وحلف برضو بطولة ما حيلعب رئيس نادي زمالك رئيس نادي زمالك هو هنا بقى اللي تحكى نأجل عشان الزمالك يتوقف له العيب ولا يهرب منه العيب ولا يصاب له العيب ده الآله أبدأ كل الاستعدادات ده الدرجة لو تتذكر الألعب بين دوليين ده الآله عرض كده وقالك يدخلوا المنتخب ويرجعوا يلعبوا لا مش كده والآله كان مصمم أنه ما يلعبش تعيب لو لا الاحترام بقى في الآخر للظرف العام والبطولة اللي كانت لا ينبغي آه إن إحنا يحصل تصعيد يضرها فامتثل الأهلي ولكن هو هو القدر يكافئ اللي ماشد أغري فالحسابات اللي كانت متصورة إنها هتلعب مغير رمضان صبح وإنها هتلعب بساسي حصل حاجات حرمتها كده من قبل جنش مش موجود وفهمة مش موجود كهرباء كهرباء مش موجود والأهلي والاتحاد الأهلي ملوش زنب والاتحاد لم يخطط لهذا طيب الأهلي لعب سبع مباريات مضغوطة كل 72 ساعة الزمالك لعب أربع مباريات فقط كل 72 ساعة في الجدول اللي انتو هتشوفوه قدامكم طيب هو أكبر سبعة والأربعة مش دي موعيد أنا تعددتلي اتحددتلي موعيد أقل من اللي اتحددتلك أنا كان ممكن ألعب مباراة واحدة انتو كان ممكن تلعب سبعة أنا لعبت مضغوط سبع مباريات انت لعبت أربعة وكل دا الأهلي بيتجامل وكل دا تسمعوا افتراءات ومحاولات كتيرة للتقليل من جدارة هذا التتويج طيب دا ليه؟ السؤال على فكرة قديم السؤال مش بتاع السنادي السؤال قديم جدا ان انت تشعر بالاضطهاد ما بتواجهشي أبدا مشاكلك إيه فتحاول طب انت حر اشعر بما تشعر به انت حر لكن تصدير دا سلبيا على النادي الأهلي أو على المنافس والتقليل من حقه في التتويج وتقليل الجماهير ضد بعضها هي دي المشكلة الأستاذ إبراهيم عيسى وهو رجل زمالكاوي سأل هذا السؤال من قبل لواحد من أكبر أو خيرة نجوم نادي الزمالك الكبار في تاريخه كابتن حسن شحات نشوف مناسبة للاضطهاد كابتن حسن ليه الزمالك طول الوقت شعر بالاضطهاد الزمالك كنادي الزمالك المدربين الزمالك كلاعيبة هقول لحضرتك حاجة سبراهيم ممكن يكون من خلال المشاكل اللي بقالها خمس ست سنين في نادي الزمالك حصلها سواء من يعني عودت للاضطهاد عند الزمالكوية من خمس ست سنين بس ما أنا هقول لك برضو ما هم لهم دور في الحتة دي أفضل إبراهيم وأنت رجل زمالكاوي لهم دور في إيه؟ إن كل حاجة بتحصل في نادي الزمالك في الإعلام وزا ما كانش الإعلام عنده فكرة عنها إحنا مننا فينا كزمالكوية سواء من جديد في النادي أو بره النادي بنتلع نتكلم فيها بس طول الوقت هتشوف الزمالكاوي بيقول اتحاده كورة ضدنا الحكام بيجمله الأهلي ما قدرش أقول لك سو بريم حاجة زي كده لأن دي عملية بتبقى عملية يعني عارف إزاي أنت بتحاول تحسس نفسك إنك دايما مظلوم هو دايما زي كده عيان بالإحساس بالاضطهاد ده مش كان أيامكم نتولد أيامكم ده راورسنا منكم لا ما قرستو مننا بالرغم إن كان فيه طبعا مجلس إدارة جامد قوي وكامتن حين من الله يرحمه ويحسن إليه كانوا فيه لعيبة جامده قوي بتاعه لكن برضو كان فيه الإعلام يضغى أيوة أيوة ما نقولك الإعلام يضغى الإعلام معنا عشان كده بقول لحضرتك برضو بحثة اللي بكلف فيها حتة إعلامية بمعنى إيه بقول لحضرتك كل حاجة بتحصل في النادي الزمالك تليها منشورة ولو هما ما نشاروهاش تلاقي إحنا كزام القوية أو الموجودين في النادي بيطلعوا يقولوا كل المشاكل دي يعني إحنا دايما مصدرين مشاكلنا للجماهير كلها مش جامهر الزمالك بس طيب إيه علاقة المشاكل دي كابتن حسن بي إن إحنا نقول ده الكرة مش أوف سايت وحسبها أوف سايت لا ما عايش بقى ده كلام كرة وكلام بقى ناس قاعدة عشان تقول والله ضياع عليك ليه الزمالك اللي طول الوقت عنده هذه العقدة بس أل حضرتك ما هي عقدة الظلمة ما هنقولك عقدة الظلم أنا عاوز دايما أبقى في أم أم الظلم عشان يبقى مبرراتي أو المبررات اللي أنا أصدرها مبررات كتير أو الناس ممكن عاوزة تبرر لي فيبقى ده الزمالك ده مظلوم ده شفت الحكم الفلاني الفلاني عمله كذا وكذا ده حسب للنادي الأهلي وما يقدرش يحسب للنادي الزمالي إحنا اللي بنصدر للحاجات يا دي أوهام طبعا ممكن تبقى حقيقة وممكن تبقى أوهام لإننا طول الوقت بتقولها أنا مش أي من هنا قبل معرفة حقيقة ولا أوهام لأ ما أنا بقولك النهاردة لو هفضل طول الوقت بقولها تبقى أوهام لكن طب إحنا ليه بنتكلم في هذا الأمر وليه بنحلله وليه بنجيبلكو الكلام ده لأن الحقيقة الأمر أصبح ماسخ وأصبح الإلحاح فيه فيه أجيال ما عصرتش الأحداث دي طب الأجيال العصرت الحدث ده وما تقدم لهاش يعني فيه فرق أن أنا أتكلم كلام مرسل وقولها لا لا زمالك بالجامل أو تقول الأهلي بالجامل لكن إحنا بنلجأ لكلام وإحصاءات وأوراق وتواريخ حد ينقشنا فيها لكن محدش هيعمل كده لأن الكلام ده هيوصل للنتيجة اللي قالها كابتن حسن شحاته الترسيخ لعقدة الظلم والتبرير ليه الزمالك مش متفوق تفوق الأهلي هي كده لأن الأهلي بيأخذوا بالأسباب وبيشتغل على نفسه ما بيقعدش يتكلم في حاجات ما لاش لازم أنا بتكلم عن مسؤولين بتكلم عن الإعلام بتاعه لكن الجماهير من حقها تحس زمايا بتحسه وتكلم بعضها زمايا عايزة مش هنظر ندخل لك وإن كانت الجماهير تتأثر يا أستاذ إبراهيم بما تتلقات من إلحاح إعلامي ما هو كنت حسن تلقى بالقرن تسرق مننا بطولة مش عارف إيه راحت للأهلي كذا إحنا مظلومين في إيه أو بالدليل الساطع اللي انت لخصته في الآخر كل المتاهة اللي انت تكلمتها قلت إن الزمالك لعب مضغوط أربع متشاط الآلي لعب مضغوط سبع متشاط أكبر أكتر الأربعة للسبع قلت يعني من غير يعني يعني عشان بس ركز إن إيه إنت الضغط سبعة هو الضغط أربعة إنت تأجلك 12 هو تأجله 11 اللي 12 منهم 11 مباراة 13 آسف زمالك تأجله 13 الحداشر منهم مباراة واحدة كان ممكن نلعبها وما تأجلتش بطلب الأهل والباقي كله لأن تعارض التواريخ مع البطولات العربية والأفريقية سواء للآلي أو للمنتخب أو للسفر لخارج البلاد في حين إن النادي الآلي في نهاية الموسم أو في قبل ساند داونز لازم الناس تضع في اعتبارها قمة الوحل وراء للتحاد السكندري اللي كان اللي لازم ينبغي إنه تأجل عشان تاني يوم الآلي مسافر ومسافر ستاشر ساعة ولا خمستاشر ساعة عشان يلعب بعد يوم أولى اتنين بطولة مرهقة جدا فيتلقى الهزيمة اللي ما تتعودش أو صعب تعودها ويخرج من أفريقيا طيب خلاص الآلي قبل هذا جينا لآخر الموسم في تأجيلة طلبة زمالك بدون سبب منها ماتش الانتاج ومنها ماتش الجون بدون كان يستطيع زمالك أن يرتاح ولو اللعبة في وقتها يمكن كان في تألق الزمالك كان يقدر يخد إنما إنك تقعد تخطط 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 عشان تحرج المنافس بتاعك وتستمتع أنت بميزات إضافية بدعوة المجاملة تكتشف من سرد الموضوع اللي سيادتك عملته إن اللي تجامل حقيقة الأمر الزمالك واللي تجامل واللي تظلم حقيقة الأمر في الآخر طبقا لهذه المؤجلات كان النادي الآخر صحيح وأثبتنا التحكيم ودوره في الحلقة الماضية وقادي المسابقات واللي حصل فيها والسحر والشعوزة قال لك الأهلي بيكسب بالسحر والشعوزة قلنا له نسأل ميدو هو مين اللي كان بيستعين بالسحر والشعوزة لكن ومع هذا قول الحاء بعد الفصل أهلا بحضراتكم من جديد رغم كل هذه المحاولات لتشويه جدرت الأهلي بالفوز بالدرع 41 مرة تقول لي سحر والشعوزة ومرة تقول لي بالتحكيم ومرة تقول لي بالمسابقات وكل واحدة من دول تعرضنا لها بالدليل لكن فيه ناس بتقدر تقول الحق وتعترف بالجدارة وتتكلم كلام كورة كابتن حسن أو الأساس حسن مستكاوي والكابتن حازم إمام واحد من خيرة نجوم نادي الزمالك وكرة الزمالك في تاريخها نشوف في أونسبورت الأساس حسن مستكاوي والكابتن حازم إمام هل الأهلي كان جدير بالتتويج ولا سرق الدرع زي ما قاله الإدارة الأهلي اللي قدرت فعلا بقوة السبات الانفعالي وما تغيرتش بعد هزيمة قاسية جدا وما تعرضت لنقد فاضيع ومع ذلك ما تهزدش الإدارة بس اللي بيلعب من اللعيبة مش الإدارة تمام والمدرب هو اللي بيشتغل طب بالنسبة لأفضل فريقه حسن الأهلي الأهلي طبعا طبعا فوجة نظرك مين أفضل فريق الأهلي أكيد اللي بيحقق إنه في الدورة في الآخر بعد كل الصعوبات الأهلي متأكد أصعب سنة بالنسبة له مش بس في الكورة برا الكورة كمان مش هيكل كان كتير جدا الانتقادات والهجوم على الإدارة بشكل عنيف وعلى اللعيبة بعد خصوص سانداونز وترجع تكسب وترجع تخش المطشاط دي عايزة شخصية قوية جدا إن كان من إدارة أو من لعبين سياك من مداري مداري ببعضهم من بقاش فاهم إنه أجنبي وبتاع لكن اللعيبة فاهمة صحيح اللعبة هي بتتعاتب كل خمس دقيقة إن كان هو مش في الشارع ولا هو في أي مكان أو يفتح تويتر بتاعه هتلاقي في الانبوكس حاجات كلها اجتيمة وانتقادات كبيرة جدا وقت الهزيمة يعني طبعا وقت الهزيمة آه الدنيا حلوة لكن وقت الهزيمة فيه بيبقى انتقاد يعني بتوجعك قوي يعني يعني دي دي عطاقة شخصية بطل طبعا الكابتن حسن اختار الأهلي كأفضل طريق وده منطقي جدا على فكرة لكن أنا عايزة توقف وبرر بر طبعا لكن عايزة توقف عند التحليل الموضوعي جدا اللي عمله كابتن حسن يعني هو قال للإدارة يعني الظروف كانت جوه الفرقة صعبة في النتائج صعبة وخارج الفرقة وحوالين النادي الأهلي كانت صعبة جدا وقشر إلى نقطة مهمة جدا يا شباب لأن ساعات احنا كجماهير الأهلي بنشارك في هذه الصعوبة ما يقول لك ان النادي ان اللعيبة تملك معدن الأبطال لأنهم استطاعوا أن يتحملوا ما فعله الجماهير وما قالوه والتهكمات والهجوم المستمر ورغم كده يدروا يتماسكوا ويرجعوا ويكسبوا النقطة دي مهمة جدا جدا يا شباب بتخليك تفهم قد إيه أنت ممكن تأذي نجمك ونديك من غير ما تقصد من غير ما تقصد وتنساق وراء رغبات المنافس أنه يجورك للمساحة دي دي بسك حاجة كنت عايزة تضحها أستاذ إبراهيم لأن الحقيقة صعوبة هذا الدوري فيما لخصه الكابتن حازم السكاوي وما أكد عليه بتفصيل أكبر الكابتن حازم شخصية الفريق يعني عجبني في كلام حازم شخصية الفريق أيوة إزاي شخصية الفريق تتحمل كل هذه الضغوط والإدارة وكل حاجة إدارة لا تهتز ولا تتغير إحنا قلت لكم المرة اللي فاتت الأهلي التهم أو واجه مشكلة الإصابات العنيفة جدا لجأة للعلم عمل الكابتن الخطيب ورشة كبيرة جدا من كبار الأطباء والعلماء علشان يحطوا تشخيص لحالات الإصابة خد بالأسباب الموضوعية والعلمية النهاردة على سبيل المثال لما الرعي انسحب شركة صلة دخل رعي بفلوس أكتر بعوائد أحلى والنهاردة سلة بتسوي أمورها المالية مع النادي الأهلي بما يحفظ حقوق النادي الأهلي كاملة ده ليه لأنه انت اشتغلت صح على المستوى العلم وعلى المستوى الاقتصادي كمان المستوى الفني دعمت الفريق بصفقات كبيرة جدا حققت كل الاحتياجات الفنية انت أخدت بكل الأسباب العلمية والرياضية والاقتصادية عشان كده أعتقد اللي يدهش نقول اللي يدهشك إنه لما تسحب الراعي خرج علينا بعض الوجوة التي تطل لعدة الأزمات وتدي النفسها لقب الخبراء وأكد على إن سلة له حقه إن النادي الأعلى تغرم غرامة كبيرة جدا تساوي العقد قيمة العقد طب النهاردة حصل إيه سلة بتسوي أمورها والأهلي بيستفيد مئة وخمسين من أول يوم قلنا كده إن النادي الأهلي حيصادر المقدم مقدم طبقا للعقد ونصلا ما عنداش مبره اللي فسخت لأن ما كانش فيه مبر للفسخ المسألة كتوضحة لكن اللي كان عايز يضغط عن النادي الأهلي ما كانش شايفها كده وتنتهي الأمور عند هذا الحد بس ربنا كريمك لأن أنت بتعتمد على اسمك اقتصادياتك كم نافي اسمك في قيمتك التسويقية في قيمتك كرمز وقدوة النادي الأهلي ده فيتهافت الرعاة على إن هم يتنافسه تاني على إن يدوك مبلغ أكبر حتى آه عشرين ألف جنيه زيادة لكن هي رمز رمز إنك إنت ما خسرتش حاجة تكسب وإن الفرق بينك في التنافس يعني مش واحد داخل جاملك ده اللي بعدين كان مستعد ياخد أقل منك بمئة ألف جنيه ولا خمسين ألف جنيه يعني بلاش إنت اللي وراك أقل منك بخمسين ألف جنيه إذن كل الناس شايفة إن دي أمتك واللي كان يقوله الأهرام 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 بيخش وبيصارع عشان ياخد هذا العقد بقاله سنتين أو ثلاثة وبيزعله لما ما بيوفقوش لإن قيمتك التسوقية كده محدش كان بيجاملك ده الناس عارفة أمتك وعارفة إنها هتكسب من وراك وده يعني ده موسم فشل فيه كل هذه المحاولات لتركيع مجلس الإدارة وإفشال الأهل وقهره فكانت النتيجة بكل المكاسب اللي انتهت إليها كل الأمور في نهاية هذا الموسم طيب أراء الخبراء بقى في أفضل لعب الدوري مين أفضل لعب في الدوري خلال هذا الموسم الصعب نشوفه أفضل لعب في الدوري بشكل عام أشوف أنه علي معلول علي معلول لأنه مؤثر جدا سبحان الله هدى في النادي الأهلي يعني هدى في النادي الأهلي في الموسم علي معلول أحسن من وليد أزارو وأحسن من مران محسن كمان عنده أكبر عدد من الأسست حاجة هايلة موسم استثنائي لعلي معلول برضو هروح لعلي معلول بالنسبة لي هو الأفضل في الأهلي هو الأفضل في الدوري حديها برضو لعلي معلول لأن أداءه ثابت أداءه منزلش مؤثر جدا مع الفرقة مش مؤثر بتحركاته مش مؤثر بأداءه الدفاعي لا ده مؤثر كمان على مستوى النتائج الإيجابية على مستوى الأهداف على مستوى ضربات الجزاء على مستوى الكهر الثبتة فلعيب يعني بيدي 90% من أداءه تقريبا في كل مباراة أفضل لعب بشكل عام وأفضل لعب كان مؤثر في مسيرة فريقه هذا الموسم أنا شايف أن علي معلول عمل موسم استثناء بكل المقاييس علي معلول هو هداف الأهلي وأكتر لعب كمان في الأهلي صانع أهداف عمل أسستات علي معلول مقدم موسم استثنائي علي معلول غير عادي تباك الليفت بصراحة مميزين كلهم أفضل لعب محترف هدي العالم معلول لأول مرة ظهير يتصدر قائمة هداف الندي الأهلي اللي كان دايما قائمة هداف الندي الأهلي في كل البطولات اللي أحرزها الندي الأهلي دايما يئمهي مهاجن يئم لعب جناح يئم لعب وسط ملعب خلينا نميل ناحية الأرقام أفضل لعب محترف حيكون علي معلول هو مش غريب على أنه يكون هدف فريق لا ده كان هدف الدوري التونسي 2015-2016 مع نادي سفرقسي لكن هو سنادي هدف النادي الأهل علي زي بقولك هو مكانه مش بتاع واحد أسستر ولا واحد يجيب جوان فبالتالي برضو أكيد الكرة نتائج متعة وكل حاجة طبعا هو أساسي الأمتع لكن بحي علي بقولك في حوالي أربعة جوان مطش الاتحاد بكسب الأهلي طبعا جي جوان بعدين تاني لكن ده كان في ديئة تسعين في ديئة تسعين مطش ده طبعا مطش ما قولين برضو فتح المطش مطش طائع الجيش كان أعتقد تعادل وهو جاب جوان تعريبا هدف كلها مؤثرة مؤثرة شكل جيدا جدا جماعة على علي معلول باختلاف الانتماءات وكل واحد عنده من الأسباب الموضوعية لتتويج هذا اللاعب الرائع علي معلول بأفضل اللاعب في الموسم وعجبني باستمرار كابتن حازم بيدلل على اختياراته وزكي بقى هو عارف أن جمهور الزمالك مستني منه أنه يجيب سيري الساسي لكن هو مختارع أن علي معلول كان أكثر تأثيرا فهو قال بوعي وبزكاء ساسي الأمتع ولكن الأفضل الذي كان أكثر تأثيرا على مسيرة فريقه كان علي معلول وأنا بضم سوتي لسوط الخضب طيب إذن هي جدرة كاملة باعترف كل الناس وعلى رأسهم الكابتن حازم ما منيج من هذا الزمالك بقيمة الأهلي وقيمة ما أنجزه السنة دي لكن عيدك سعيد يا أهلي عيدك سعيد يا أهلي إن شاء الله في أول أيام عيد الأطحى المبارك كل سنة وحضراتكم طيبين يوم الحد الأهلي في استاد الجيش ببرج العرب بيستضيف بطل جنوب السودان اطلع بره في زهاب دور الاربع وستين ودي الأول مرة الأهلي منذ سنوات يلعب في هذا الدور التمهيدي لكن أعتقد قناة أو موقع صدى البلد أبرز أبرز ما ذكره موقع الاتحاد الأفريقي عن النادي الأهلي وخوضه هذه المباراة وآل الكاف الأهلي يعود لدور الأبطال أفريقيا بأمال كبيرة أمال كبيرة فعلا كل جماهير النادي الأهلي على هذه البطولة هذا الموسم بتعول الكثير أعتقد لعيبة النادي الأهلي يدركون ده بشكل جيد جدا الجهاز الفني مسؤول النادي لكل حاطت دورة أبطال أفريقيا هذا الموسم كهدف أساسي وهدف كبير بعد تحقيق بطولة الدوري أعتقد دورة أبطال أفريقيا بتحظى بأهمية خاصة بشمانس ما أنا لسه بقولك هي أصبحت بالنسبة لنا البطولة يجب العودة إليها سريعة لو عايزين نستمر في سباق التصدر إحنا لسه تمانين سنة على نهاية القرن ده صحيح طيب هو ليه اطلع برة لماذا هذه التسمية وحقيقة هذا الفريق الجنوب السوداني نشوف تقرير قناة العربية في يونيو 2011 أصبحت جنوب السودان دولة معترفة بها عالميا احتفل مواطن البلد الناشئ لكن قبل ذلك كان حي اطلع برة معروفا في العاصمة جوبا يقول السكان المحليون إنهم أطلقوا على المنطقة التي كان يزورها ليلا جنود من الجيش السوداني ويطالبون الرجال بالخروج من منازلهم تحت تهديد السلاح ويقولون للواحد منهم اطلع برة أي اخرج من منزلك بعد عامين من الاستقلال لعب المنتخب الوطني لدولة جنوب السودان مباراته الأولى كانت أمام الجار أغندا تعادلا بهدفين لكل منهما ذلك بعد أن كان الدوري انطلق في العام ذاته دوري جنوب السودان تعاقب عليه في السنوات الأربع ثلاثة أبطال السلام والملكية وإطلع برة الذي توج باللقب مرتين آخرها عام 2015 أما نسخة العام الماضي فلم تقم لأسباب مالية ولوجستية وهي المسابقة التي تقام بمشاركة 12 فريقا اطلع برة شارك في دوري أبطال أفريقيا مرة سابقة في نسخة 2014 خرج من الدور التمهيدي بعد أن كان فاجأ فريقة شيلسي الغاني بأن وصلت مباراتهما في الإياب إلى ركلات الترجيح بعد التعادل في مجموع المباراتين بهدفين لكل فريق وستكون مشاركته هذا العام هي الثانية له في تاريخه أما في العام الماضي فشارك في كأس الاتحاد الأفريقي المعروف بالكونفدرالية خرج أيضا من الدور التمهيدي خسر بمجموع المباراتين بعد أن كان فاز على فريق بوليس الراوندي في الإياب بهدفين لواحد إلى أنه ذهابا كان هزم بثلاثة لهدف وودع المسابقة الأفريقية الثانية الحقيقة أنا أتطفق مع زميل إبراهيم وإحنا بنتفرج على التقرير إن الإسم مش زي ما ذكر في التقرير علشان الناس وده الدارج على فكرة اللي تذكر في التقرير ده الناس كلها بتقولوا الناس أنا مش هحتفل أعمل ها بالضبط إسمي على ناس كتب تقول لي يطلع بره بيتك ها ده أغلب الظن أنه قوات السودان نفسها لا 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 خلاص لا أقول لأ أنت صاحب التفسير لا ده تفسير من المهندس عدلوا مني واتفقنا عليه إنه مش معقولة هيقرخوا لجنود كانت جياء جايين يطردوهم من بيوتهم المنطقي كما توصل عزيزي وصديقي إبراهيم المنيسي إن بالعكس هم احتفلوا إنه كان بقولوا للجنود دول وثكانتهم العسكرية اطلع بره لعد ما طلع بره فسموا إنه دي اطلع بره يعني هو ده المنطق أكتر إنه أنا أقول للناس اللي كانت بتخرجني اطلع بره مش إنه أنا احتفل بالناس اللي كانت بتطلعني من بيتي فمعليش هو خلاف في تفسير الاسم لكن عنا بنكتهد يعني سبع مسائل أحد أول أيام العيد إن شاء الله كل سنة وانتوا طيبين الأهلي واطلع بره الجنوب السوداني ده فريق جنوب السودان دولة زي ما انتوا شفتوا جديدة استقلت عن السودان وبالتالي انضمت للاتحاد الأفريقي المباراة في دولة 64 الفريق طلب إنه يلعب المباراتين هنا في مصر هيلعب المباراة الأولى يوم الحد دي مباراة الفريق يعني الأهل يوم الحد هو الضيف المباراة العودة هي المباراة تحت الأهل التانية الأهلي كان لصارت أنتوا عارفين اختار 26 لعب في قيمة الأهل الأفريقية أذكركم بها سريعا الشنوة علو لطف وشريف كرام ومحمد هاني وأحمد فتحي رامي ربيع وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمود متولي وقاله ديانج وحمد فتح وعمر السلية وحسام عشور صالح جمعة وليد سلمان ومحمد مجد أفشا وحسين الشحات وجيرالدو وأحمد الشيخ ورمضان صبح وجونيور أجي ووليد أزارو ومروان وصلاح محسن دي قيمة الستة وعشرين والجميع جاهز علشان يكون عند مرة اللي صارت فرصة لاختيار أفضل التشكيلات البعض بيتوقع أنه المدير الفني مش هيدفع بمعظم الصفقات الجديدة في التشكيل الأساسي حفاظا على تجانس الفريق شوية شوية ويبدأ يدفع باللعيبة الجودة اتباعا إن شاء الله تأكدات من العميد محمد مرجان المدير التنفيذي على منافس بيع التذاكر وعلى إقبال الجماهير على ما تم تخصيصه من حضور أو من جماهير لحضور هذه المباراة الأهلي مباراة العودة هتبقى أو الأهلي هيلعب بعد المباراة اطلع برة هيلعب مع بيرامدز يوم السبت 17-8 في دور 16 لكأس مصر إن شاء الله و23 هتبقى مباراة العودة مع اطلع برة الفايز من الأهلي وبرامدز هيلعب حرص الحدود يوم 23-8 يعني أخليكم فاكرين من 11-8 ل23-8 الأهلي هيلعب أربع مباراة مهمة أما هو إذا كنت مصر حيبقى مضوط وإحنا عندنا يعني مضوط منطقي خلاص بقى من نتكلمش في الموضوع هذا كل سالة حدك طيب عايزين موسم جديد محدش وانت بصحة وسلامة وتساد المشاهدين جميعا في أحسن حال يا رب نلتقيكم بعد العيد بإذن الله يوم الاتنين أجازة في تاني أيام العيد الخميس مساء تلتقونا مع ملك وكتابة بإذن الله دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير نلتقي مساء الخميس القادم إن شاء الله كل سنة وانتوا طيبين اشتركوا في القناة